جماعة والله سماعت محادثة بين شخصين الأول قال للثاني إذا بدك تصير مشهور وخلال شهر بطريقة سهلة وبدون راسمال جيب هالشيوخ المعروفين وانتقدن هني رح يردوا عليك ورح تنعرف بين الناس يا جماعة كلام صدمني وكأنه الدين للشهرة والتجارة والمشاهدات أقسم بالله صرت أستحي أتفرج على فيديو فيه شيخ حاطت صورة شيخ قال هيك وغلط هيك بين قال وقيل صد ورد وكأنه الدين حلبت مصارعة ومين بده يطلع البطل والناس العوام من المسلمين ضاعت بين حانا ومانا فكيف لو غير مسلم حاب يفوت على الدين ويشوف هيك الشيوخ شو رح يقول ما عم قول اسكت عن الغلط أعوذوا بالله بس مو على حساب زعزع الثقة الناس بأخوك المسلم مو على حساب فضيحة وتشويق سمة أخوك المسلم الناس العوام مجرد ما يشوفوا شيخ عم يصحح لشيخ يفكروا هذا الشيخ عم يضلنوا كلامه كله غلط هيك يفكروا الدين نصيحة يا جماعة مو فضيحة غلط على العام صحح الغلط على العام بس بشكل عام بدون ما تجيب صورته تفضحه وكأنه تقول شوفوا يا ناس هذا غلط بطريقتك هاي مسحت كل إيجابياته وكان عنده شيء يقدموا للدين بطريقتك هاي هدمته والله النبي ما كان يفضح النبي كان يقول ما بال أقوام ما كان يسميه وبعد النبي ما في حدا معصوم حتى يلي عم ينتقد لا يكون همك أخطاء الشيوخ بس دور على خطأك النبي قال يبصير أحدكم القذاتة في عين أخيه وينثى الجذع في عينه والله بهيك محتوى فيه تشويه لصورة الشيوخ وطلاب العلم وهذا هدف الشيطان الشيوخ زمان كان هم يدعو أي شخص للإسلام هلا صار هم ينتقد أي شخص يدعي الإسلام طبعا البعض مولكل كنت أتمنى يكون هدف يدعو ويتعمق بالدين أكتر ما يركض وراء أخطاء رجال الدين النبي في صحي مسلم اسمع لهذا الحديث يقول الله لرجل ماذا فعلت يقول هذا الرجل تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن قال له كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قارئ وقد قيل خذوه فيسحب بوجهه على النار أعوذ بالله من هذا أعوذ بالله من هذا هذا والله أعلم